أخبار جديدة غنيات وموسيقى بيننا استغافات وحكايات وبرشة مفجئات في يوم سعيد تسمع جديد نجد تحية لكل مستمع الإضاءة الوطنية نسية مرة أخرى نقول لكم صباح الخير أنتما لحالة التوى الرديو ورقيت وروحكم معنا نحن من ستة متعة الصباح هوني في يوم سعيد أعطيناكم برشة معلومات من اللي بدينا التوى واعطيناكم بزيدة بعض الأحداث اللي قادة تصير في بلادنا بين البارح واليوم وقلنا لكم اللي عنا سؤال مسابقة الجائزة 100 دينار الهدية متعليدة على الوطنية هي 100 دينار نقدا للي مش يقول لنا وقتاش انطلقت المرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 وقتاش انطلقت المرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 قلوا نكتبونا على البارج وفي سيلة الإذاعة الوطنية والهدية اللي تسانى فيكم نعود كل 100 دينار حد سعيد لكم الكل ذيف الماتينال ذيف الماتينال اليوم كما أعلننا في الستة متع صباح ذيفنا هو مدير عام وكلة النهوذ بالاستثمار الخارجي سي جلال الطيب صباح النور اسمع خير جلال طبيب الطبيب مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك سي جلال انتما كنتوا في جولة جولة ترويجية انطلقت من نهار 8 حتى الـ 15 مايه 2024 مش تقدموا فيها الدورة الواحدة والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار ان شاء الله المنتدى ذا يكون في جوان كما قلت انطلقت التورنية هذه الجولة اللي ترأستها السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط وبالطبع كان فيها شخصي يعني مدير العام وكالة نهوذ بالاستثمار الخارجي وكان فيها ممثلي الوكالة بالخارج لأنه عنا ممثلية في الدول اللي قمنا بزيارتها وكذلك بالطبع سفراءنا في الوقال والقناصل في الاماكن الهدية جولة كانت موافقة والحمد لله من ناحية معنى هاللقاءات السياسية اللي قامت بها السيدة الوزيرة وكذلك من ناحية اللقاءات مع الممثليات للشركات والهيئات والغرف المشتركة وكذلك اللقاءات مع المستثمينين الأجانب وكذلك في المرة هذه قمنا بزيارة التونسيين بالخارج وسيما التونسيين اللي نجحوا في عديد من الشركات ونحكيوا عليها من بعد سيد جلال الجولة متعكم كانت في مجموعة من البلدين من المدن الأوروبية مونيغ مدريد بروكسيل باريز ليون روما لقاءات هذه عما أسفرت باش رجعنا بعد اللقاءات إضافة للترويج بالتبعاء للمنتدى هو مش شوية الترويج أهم حاجة لأنه من خلال زيارة هذه عنا المساج اللي نحب نوصلوه اللي تونس راه تستقطب الاستثمارات وراه تونس تخدم وراه تونس رجعت معناها كوجهة لاستقطاب الاستثمارات في الجهة في البحر المتوسط هي جولة للتعريف بموقع تونس الاستثماري وتعطي رسالة تطمنة لكل المستثمارين اللي موجودين في تونس وكذلك للمستثمارين اللي حبوا جيو تونس طبعا النتائج متاعها هناك نتائج أنية وهناك تأكيدات لعمل الاستثمارات معناها هذه ان شاء الله أكيد أكيدة شنو القطاع اللي ويعدة في تونس ولكن هي كذلك حتى نوية متاع استثمار شنو أبرز القطاع اللي لاحظته اللي المستثمر الأجنبي يحبي يستثمر فيه في تونس طبعا هناك القطاعات اللي تونس عندها فيها مميزات معناها تقليدية هي مكونات السيارات نشوفوا اللي تونس دي ما تحافظ على الاهتمام في المجال هذية وعديد من المستثمينين في ألمانيا مثلا في إيطاليا في فرنسا أبدوا الرغبة وأكدوا حضورهم للمنتدى من جهة وكذلك حضورهم لاستكشاف الإمكانيات والفرص للاستثمار في تونس وكذلك هناك الكتاقات المتجددة اللي أصبحت الآن باعتبار الإشكاليات متاع الطاقة والتي تدى تونس معناها تستقطب العديد من المؤسسات في المجال هذي تم الحديث أيضا على إصلاحات الحكومة في مجال الاستثمار شنو عبرز الإصلاحات اللي نعضو بها المستثمر واللي في المستقبل إن شاء الله مش تسهل تركيز المشاريع وخلق فرص العمل للتوينسا ومحض خاصة الجهات الداخلية من فرص الاستثمار الخارجي نعم هي طبعا الزيارة هذية ومن خلالها المنتدى تونس للإستثمار نحب نعطيه كما قلنا رسالة اللي الجهات التونسية الرسمية خاهدة معناها تحسن في مناخ الاستثمار وخاهدة تاخد بالاعتبارات لكل المتطلبات لإرساء نظام معناها قانوني يتماشى مع متطلبات المستثمرين وطبعا هذية ما نجم يكون كان من خلال تشريعات يتم معناها تغييرها وتنقيحها كلما بالطبع دعت الضرورة لذلك ومن أبرز هذه الأصلاحات اللي تمها أكيزة تتسمعوا بها هي اللي عطاولة توا اللي هي يعني تنقيح مجلة الصرف اللي مشات شوت كبير معناها في جلسة عمل الوزرية وكذلك قانون يعني الكورمين يوميريك قانون اللي بشاعة يدفع للستارتاب بشاعة يدفع معناها للمنسئات الناشئة في تونس الخدمات ورقمنة الخدمات وتسهيلها وينوصلنا خاصة في مجال الرقمنة اللي هي من المعطيات الهامة لتشجيع المستثمرين تونس بمعنها مشات مرحلة باهية في رقمنة بعث المؤسسات يعني المسار للمستثمر لما بشيبعث المؤسسة متاعه فكل المسار هذي مرقما وكان في المعنها ليرينو في السجل التجاري للشركات وإلا في مصالح الوكالة العقارية للصناعة والتجديد هل ولا في الهائة التونسية للإستثمار هذي المسار الكله معنها تونس قطعت فيه شوط باباهي ومن قبل اللي مزال توا هو رقمنة المسار الكامل للمستثمر وهذي توا الموضوع عند وزارة الإشراف قاعدة تخدم عليه وهو الحل الحقيقة لمتابعة كل الإشكاليات وكل الظروف اللي توحيت باستاءل معنها بالمستثمر لما يكون المسار هذي الكله متكامل ونشوفوه الكله ديجيتال الكله مرقما أي خلل يمكن أن يطرق في السلسلة هذية فإنه بصفة آنية وبصفة معنها أوتوماتيكية سيتم معنها التفطن ليه ونعرفوا ما هو الخلل وفينا إدارة وفنا معنها مسلحة معينة لما يتم هذي والدولة كيموخات اتخاذة تخدم عليه إن شاء الله نكونه زادة بالإضافة إلى إرساء التشريعات اللي لازمة ولا بد منها لكن يلزمنا كذلك على عين المكان وفي أرض الواقع يلزم المتابعة والمتابعة والمتابعة نحن تحدثنا على الترويج لمنتدى تونس للاستثمار نيس اللي ربما ما عنديش فكرة كبيرة على المنتدى هذي كيفش نقدموه في كلمتين منتدى تونس للاستثمار المنتدى هذي هو لأقيقة زادة برشا في بينهم به ويعرفوه لأنه سيكون معنى تنظيمه في دورته الـ 21 يعني عنا معنى تقليد في تنظيم هالمنتدى هذي ومنتدى ناجح هو منتدى دافوس تونسي يعني بش يعطي فكرة على توجهات الدولة ودعمها المتواصل لعمليات الاستثمار الأجنبي في تونس توقعات المشاركة والمشاركين إلى حد الآن الجديد بالنسبة للدورة الواحدة والعشرين الشعار بالنسبة لهذه الدورة رغم لي أسألة سيبقى شوية لأوينها لكن ومقايت مش نعرف المعطيات إذية طبعا هي هذه كل حضرناها وكلها إن شاء الله معناها توا في بوابة عنا بوابة تونسيا Investment Forum كيف كيف معناها فيها المعطيات هذه الكل السناء بش ننظمه المنتدى هذية بشراكة مع المجموعة الأوروبية في تونس للتركيز على الشراكة وأهمية التعاون بين أوروبا ودعم أوروبا لتونس في استقطاب الاستثمار الأجنبي بش يكون الشعار متاحة هو الاستدامة الدائمة في تونس ويعني أن تونس صحيح تشجع الاستثمارات الأجنبية ولكن تشجع الاستثمارات الأجنبية اللي هي تكون معناها تحافظ على ديمومة معناها الاستغلال اللي تحافظ على القيم اللي تحافظ معناها على الاستغلال الأنجع للمواد الأولية للطاقة وتستعمل الطاقات النظيفة لذلك هذا كله بش يكون شعار معناها الدورة هذية اللي لاحظناه اللي نحنا تونس نتحرك برشا في محيطنا المتوسطي وحتى بالنسبة للمنتدى وأيضا للترويج له كانت الجولة في المدن الأوروبية هل فم تخطيط مستقبلي للانفتاح على أسواق أخرى وعلى وجهات أخرى مثلا تونس في محيطها الأفريقي وإلا مع صين اليوم ولا مع روسيا العديد من الأسواق اليوم تبدو أسواق واعدة بالنسبة لبلادنا كما قلت أوروبا هي الشركة الاستراتيجية والأول لتونس وعندها مكانتها ما في شك وهذا كعليش نظمنا المنتدى مع أوروبا ولكن طبعا تونس تبقى منفتحة على كل الشركة الاقتصاديين بتاحها معنا حتى إشكالية في ذلك وبالعكس أحنا لما ناخذوا مثلا أحصائيات الاستثمارات الأجنبية في تونس في السنة 2023 نلغوا مثلا للمرة الأولى أن اليابان واللي هي بعيدة وماش ديستيناسيون معناها كما قلو أحنا ترديشيونال اليابان هي ربع مستثمر في تونس معنى الولايات المتحدة الأمريكانية هي خامس مستثمر في تونس يعني ما يقتصرش تعاملنا مع أوروبا بالرغم اللي بالطبع فرنسا ألمانيا إيطاليا بلجيكا هي من أهم المستثمرين في تونس ولكن تونس تبقى منفتحة على التعامل وعلى تجيع الاستثمارات من اليابان من السين من كوريا من كندا ومن كل الجهات هذية وقالدين للكويكالة تنوض بالاستثمار الخارجي نقوم بعمليات لاستقطاب المستثمرين في البلدان هذية على كامل السنة الإطار التشريعي التونسي وماذا مواكبته لكل التغيرات العالمية وماذا تشجيعه زيدا للاستثمار هو مناخ الاستثمار في تونس مشجع للاستثمار وأكبر دليل على ذلك الذي تم تنامي ورجوع لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر دليل على ذلك هو عمليات التوسعة التي تقوم بها المؤسسات المتصبة في تونس كان مجيتش تربح وكان مجيتش معناها مناخ العمال في تونس ما يشجحيش ومترخاش الربحة ومترخاش معناها التروف باسي كونت ما تقومش بعمليات توسعة كبيرة برشا وأحنا كيف ما شفنا كالشركات متع المكونات الطائرات والشركات الناشطة في مكونات السيارات بالخصوص لكلها قادة تقوم بعمليات توسعة كبرى لأنشطتها في تونس فما اللي يعملوا عمليات توسعة وفما اللي غادروا زيدا؟ اللي قليل اللي قلة 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 بالكل معناش أحنا أرقام مثلا ما نعنش الرقم اللي عندي صحيح ولي قيمة الاستثمار الخارجي في الثلاثي الأول من هذه السنة في بلادنا بلغ خمسمية وسبعة وخمسين مليون دينار يعني أربعتاش بالمئة أكتر من نفس الفترة من السنة الفارطة هل هذا الرقم معناها صحيح؟ ثم كيفاش مش تتطور قيمة الاستثمارات خاصة بعد المنتدى وتنظيمه يعني متوقعاتنا؟ نجم نرجع بك أحنا أبو التوالي نبدأ بألفين واثين واثين وعشرين ألفين واثين 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 سجلنا استثمارات بمبلغ ألفين واثين 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 مليون دينار بزيادة بحشرين في المئة بالمقارنة مع السنة اللي قبلها نجم تقول لي السنوات اللي قبلها كانت سنوات كوفيد وخارجين من أزمة عادي أنه تكون قفزة ولكن حتى في ألفين واثلاثة عشرين سجلنا يعني فطنا الحد ذاكا متاع الفين وخمسمائة وستن مليون دينار باعتبار وصلنا الفين وخمسمائة وستن مليون دينار وبيزيادة بثلالتاش فاصل خمسة في المية و2024 السنة الحالية نأمل ومعناها كل الدلائل التوشير اللي إن شاء الله بيش نبلغوه أكثر من 2800 مليون دينار بالنسبة للثلاثي الأول الحاجة البيهية اللي خلينا من الأرقام الحاجة البيهية اللي هو رجوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة معناها الطاقة اللي هي أقبل كانت سجلة تراجعة كبير وخاصة معناها توا نشوفه ثم نوعية جديدة هي الطاقات المتجدة اللي إتخاذها تستقبل في المستثمرين نشوفه كذلك اللي تنامي الاستثمارات في قطعات الصناعة الصناعة هي أكثر معناها مجال اللي يخدم ويعطي معناها إمكانيات بعث مواطن شغل بالخصوص لحاملي الشهائد العليا للمهندسين التونسيين للمنجر للمتصرفين للتل تكنيسيان للتقنيين ومعناها وغيره كذلك شفنا اللي ثم نمو في ملفت للانتباه مهم بالنسبة للاستثمارات في قطاعات الفلاحية اللي هي زادة عندها مدة سجل التلاجع معناها الحسيلة هي معناها طيبة وإن شاء الله نأمل معناها بعد المنتدات هذية تزيد تتأكد صورة هذية القادم أجمل إن شاء الله آخر سؤال سي جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ما تراشم معنا قالي الاستثمار الخارجي مش مربوط فقط بوزارة الاقتصاد والتخطيط ولا بالوكلمتهاكم وإنما الأطراف الكل متدخلة فيها لأنه رغم لي بلادنا فيها مميزات عديدة من مناخها الموقحها للصغر المساحة متاحها لتوفر الخيرات الكل أيضا الرقمنا متقدمين على بلدان عربية أخرى إطارنا التشريع قادة حسن فما أسلحات قادة تقوم بها الحكومة لكن في نفس الوقت فما مشكلة في المناخ الاجتماعي في النقل في النظافة هذي الكل مهم ولا ليه ما في الشك لما مستثمر يجي يستثمر في بلاد ما هوش بشيخه برك معناها القوانين والتشريعات اللي هي تبقى معناها حبر على ورق لا هو بشي شوف في الواقع كيفية يتجسد هذك ومنذ من اللي يوصل في المطار ويشوف وقتاش بش يخرج الفريزة متاعه كيفاش بش يخرج شنية الخدمات اللي بشيرخاها شنية الاستقبال متاعه في الإدارات المعنية بالاستثمار متاعه شنية البلاد في النظافة متاحها في المبعد يشوف يخو فكرة في اللوجيستيك شنية التوقيت وخداش الزمن اللي يستغرقوا تفريغ الحمولة في الميناء شنية البوزيزة مع الدول المجاورة معناها أولوية قصوى لأنه التونسي بالطبع مع كل تشجيعنا للمستثمر التونسي التونسي ينجم يطول باله شوية هو ما هو إلا في بلاده يصبر على الوضع ولكن المستثمر الأجنبي إذا ما يلخاش شنو طالب معناها في لحظة يبدل يغير وجهة متاعه ويمشي وما يستناش لذلك اليكو سيستم اللي سمي تونسي يكو سيستم فيه مشكلة اليوم والليش؟ فيها طبعا ما هيش معناها الأمور طيبة كما ينبغي ولكن زادا خاعدين مع كل الهيكل المعنية نحاوله كوكالة وكو سلطة إشراف ندخله باش نحلوا الأشكاليات ونحسوا ويلزمنا نفهمه كما قلت الاستثمار الأجنبي راهوا الناس الكل خادة معناها تستقطب فيه باش يجي للبلد والمتاحة وأحنا تونس عنا فرصة عنا بلاد في موقع طيب عنا كفاءات عنا كل المميزات هذه لموقع تونس الاستثماري يلزمنا نحافظوا عليها ونزيدوا نسهلوا للمستثمر الأجنبي عنا رقم قدش من موطن شغل مش أني استفهم أهمية الاستثمار الأجنبي في بلادنا قد دايما موطن شغل للتوينسا يوفروا سنويا مثلا عم ناول في 2023 الاستثمار الأجنبي المباشر أعطا الفرصة للـ 14500 تونسي بشيخدموا ولكن إذا بش ناخذوا الاستثمار الأجنبي المباشر لكله معناها كستوك كمخزون نلخوا أكثر من 450 ألف تونسي خادين يخدموا ومعناها من المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية أو الأجنبية مش شوية هذا تقريبا أكثر من 12 ممكن 14% من من نسبة الطبقة الشغيلة في تونس بالضبط نشكرك برشا سي جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يعطيك صحة إن شاء الله بالتوفيق للمنتدى دورة الواحدة والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار اللي إن شاء الله مش تكون يومي 12 و13 جوان 2024 يومك أسعد ليل شكرا للدعوة ويعطيك صحة شكرا شكرا للمشاهدة